الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة لطائف قرآنية برنامج لطيف لطف لطائفه عذب عذوبة ألفاظه جميل جمال معانيه ولم لا؟ ونحن نقف فيه كل ليلة مع لطيفة من كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا لمعنى بديع في آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونحن الليلة على موعد مع لطيفة أرجو أن ننتبه إليها ونلتفت لها سؤال لماذا بدأ الله كتابه بالحمد؟ أول آية في صورة الفاتحة هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل الثناء الكامل والألف واللام استغراق لجنس المحامد فالمحامد كلها ملكا واستحقاقا لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعماء التي لا تحصى عدد المحامد كلها ملكا واستحقاقا لله جل وعلا وحده بلا منازع ولا شريك فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله النعماء التي لا تحصى عدد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها انتبه معي ولما علم الحق تبارك وتعالى أن الخلق ولو اجتمعوا لن يحمدوه حمدا يليق بأسماء جلاله وصفات كماله ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى لما علم ذلك حمد نفسه بنفسه في أول آيات القرآن الكريم فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين لذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم لذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله تدبروا معي هذا الكلام النبوي من أعرف الخلق بربه جل وعلا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال الإمام مالك رحمه الله معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ثنائه على ربه جل وعلا قال معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك الثناء والثناء بها عليك لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك لا أحصي لا أستطيع اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء على الله جل وعلا اعتراف بعدم القدرة على بلوغ حقيقة الثناء على الله جل وعلا لا أطيقه ولا أستطيعه ولذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الثناء إلى الله تبارك وتعالى فقال أنت كما أثنيت على نفسك فكما أنه لا نهاية لصفاته فإنه لا نهاية للثناء عليه فكل ثناء أثنى به الخلق كل الخلق على الله تبارك وتعالى مهما عظم ومهما طال ومهما كثر ومهما بولغ فيه بل ومهما كانت بلاغة وفصاحة أهله وأصحابه فذات الله جل جلاله وأسماء جلاله وصفات كماله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى أوسع وأسبغ وأكثر ولذا وكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد والثناء على الله إلى الله فقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وردت لفظة الحمد في القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة بلا من الاختصاص الحمد لله وورد قوله تعالى الحمد لله في القرآن كله واحدا وعشرين مرة وورد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هكذا تام كاملة أربع مرات ولا يتسع الوقت للتفصيل فالحمد لله سبحانه وتعالى ابتداءا في أسمائه في صفاته في ذاته في خلقه وأمره في تربيته وعنايته ورعايته وله الحمد في الجزاء والقضاء وله الحمد في النعم والعطاء وله الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا